بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آخر نوع منجة مصري بتنزل في السوق هي المنجة اللي قدامنا دي المنجة نيلي المنجة النيلي دي بتطلع على شجر بلدي وعلى شجر العويس المزارعين بيقولوا عليها يعني بتطلع على جوع يعني لآخر السنة بتنزل طبعا جودتها ما بتبقاش علي حتى هي مش مسكرة لكن أنا جايبها لحضراتك أولا هي سعرها 30 جنيه جملتها بس لأن الحلقة اللي فاتت قلت لكم إن الكيت والهايدي موجودين في التجزيئة مش موجودين في الجملة وأسعارهم من 45 ل50 جنيه الكيت أكبر أنواع المنجة الأجنبي في الحجم عشان كده بتستحمل و بتبقى قاعدة معنا والهايدي أكتر شجر منجة أجنبي بيزرع في مصر وبيزمر كميات كبيرة عشان كده برضو قاعدة معنا لكن المنجة اللي قدامنا دي المنجة النيلي دي بتنزل آخر الموسم وطبعا هي الناس اللي مخزنتش ورمضان قرب يعني كلها شهرين وشوية حاجة بسيطة خالص تقدر بتاخد من المنجة النيلو طبعا إحنا عارفون إن المنجة والفراولة والجوافة العصير الرسمي لرمضان كل سنة وحضركم طيبين التين ده تين من يوم وده ردت سوق وبرضو الناس اللي ما لحياتش تاخد تين أو الموسم تقدر تاخد منه الوقت للمربة مع الفراولة برضو حلويات العيد بتحتاج المربة والفراولة التين من ستتاشر لعشرين جنيه والفراولة من ستتاشر برضو لعشرين جنيه بالنسبة للقطاع والفراولة الموجودة في السوق أكتر أنواع الفراولة هي الفراولة الفلوريدة وإن شاء الله إحنا مستنيين الاستفانة والفورتانة ونتكلم على الأنواع الناس اللي سألوني على السمكة دي وقلت لهم أن هي اسمها المعروف في مصر كلها وخاصة في الغرداء سفاجة والبحر الأحمر سمكة الخنزير في ناس بيقولوا عليها الحمام أو البلاط هي السمكة بتتنظف بالطريقة دي فعلا أنا قلت لكم أن هي بتتسلخ بتتسلخ بالطريقة دي وطعمها فعلا الناس اللي بتحب الأرانب بالرغم أن طبعا الأرانب ديها حاجة تانية فصيلة وده فصيلة أو موعة تانية خالص وده أسماك وده حيوانات وطيور وكده لكن هي تعمها بالفعل وده شكلها سمكة البلاطة أو الحمام قبل ما تتسلخ وسمكة جميلة جدا تتعمل فيلي وتتعمل الجزل وعلى الفكرة بتتقدم في المطاعم الكبيرة على أساس أن هي من أسماك الفلي طبعا في سوق الابور السوق الحر إحنا بنهتم بالفاكة والخضار والسمك وبنرد على جميع أسئلتكم الناس اللي سألوني على الحرانقش والله أنا جبت الحلقة اللي فاتت والحرانقش أقلت لكم أنه هو موسم هيبتدي بعد شم النسيم تقريبا وهجب لكم ده الحرانقش الأصفر وإن شاء الله هجب لكم جميع أنواع الحرانقش في الموسم والحرانقش السنة دي نازلت بشاير من 30 ل40 جنيه الناس برضو اللي سألوني لما قلت البرقوق وأنواع البرقوق وجبت منها البرقوق الأفريكي. البرقوق الأفريكي جماعة هو البرقوق الأحمر أو القريب من الأسود الوحيد اللي في السوق قد المنجأ الهايضي والكيت اللي موجودين في السوق بكميات قليلة وأسعار من 45 ل 50 جنيه. البرقوق الأفريكي هو الوحيد اللي لونه أحمر أو أصمر في السوق لكن زراعة مصرية شايفين حضراتكم المنجأ الكيتو الهايضي ابتدت طبعا يعني الكميات بأوليلة في السوق لكن في ناس كتير يعني عشاء المنجأ بيعودوا يدوروا عليها لغاية آخر يوم في الموسم عزيزي المشاهدين طبعا بفكر حضراتكم اللي قاعد معنا لغاية دلوقتي ويعني عجبوا الفيديو أو عجبوا محتوى القناة ما يمشيش قبل ما يحط لايك الناس اللي بتشوفونا لأول مرة آه أهلا وسهلا بيكم شرفت هنا وإن شاء الله الفيديو يكون عجبكم وتشتركوا عندنا في القناة ده التفاح الجولدن طبعا احنا في موسم تفاح شتوي جاي من أوروبا طبعا كل مستورد ده الجولدن وده السكري أسعار التفاح السندي غالية جدا تفاح المستورد يعني من اربعين لخمسين لا الجرين اللي قدامنا ده ده معدي خالص يعني أصلا ده في التجزية بيبقى بمية واربعين وبمية وخمسين فجملته يعني من ثمانين وتسعين جنيه وانت آآ طالب في الحقيقة طبعا آآ أسعار العملة برضو مفرقة يعني أو آآ عاملة فرق أو آآ آآ يعني مؤسرة تأثير كبير في الأسعار بالنسبة لجميع الفكهة وأي حاجة طبعا استراض خارج لكن ده قدامنا التفاح الأمريكي برضو التفاح الأمريكي والإطالة من مليدة والجرين بيبقوا يعني أحسن وأجود أنواع التفاح الناس بقى اللي مستنينا نروح لسوق الخضار وصلنا لسوق الخضار ودينا عند البطاطس النهاردة فيه بطاطس جبلي من تمانية تسعة جنيه أفريست وآجيريا تسعة ونص وعشرة إزبونت المنصورة أرض سامرة عشرة ووحداشر وقارة المينيا بستة وسبعة جنيه البصل البصل يا جماعة عموما المقاور بقى أو الفتيل يعني المقاور الأحجام الكبيرة ما شاء الله اللي فلحت عند الفلاح أو الفتيل زي ما بيقولوا بعض التجار إن ده بصل فتيل ونزل السوق ماشي لو هو نزل البذري أو ربنا كرم الناس وكرمنا ونزل الفتيل أهم حاجة إن أسعار البصل ما تزدش للزيادات اللي كنا خايفين منها فعموما المقاور أو الفتيل من حداشر لتلاتاشر والبصل الأحمر والبيض الأديم من اربعة وعشرين لخمسة وعشرين التوم على أسعاره الأديمة فترات كتيرة والتوم لبيض خمسة وتلاتين خمسة واربعين بعيرشه خمسين خمسة وخمسين للأحمر واااا الكرة جماعة الكرة المينيا بستة سبعة كرة المنصورة آآ غالية شوية الكرة المنصورة تمانية تمانية ونص وكمان البطاطا المينيا هي البطاطا الحمرة بتبقى أرخى شوية بتلاتة ونص اربعة من بطاطا دميات او البطاطا البيضة البطاطا البيضة بسبعة ونص دي الكارا والكارا قلت لحضراتكم بستة سبعة الكارا المليا الفلفل الرومي النهاردة من تمانية لتمانية ونص اللي قدامنا ده التوب فلفل السوب باتناشر جنيه الليبت النهاردة باتنين ونص بتلاتة البصل اللي اخدر والخضرة عموما ربطة الخضرة المية بسبعين آآ جنيه البسكارة من خمسة لستة جنيه الشطة البلدي بستة جنيه الفول اللغدر او الفول الحراتي بتمانية جنيه الجزر زي ما قلت لكم الحلقة اللي فاتت الجزر رخص جدا بتلاتين واربعين جنيه الشكارة الخيار النهاردة من ستة لسبعة الخيار السعيد والصوب من تسعة العشرة العروس شد حلو النهاردة شوية من اربعة لخمسة والرومي من جنيه ونصف للتلاتة طبعا الخيار فيه خيار السوب وخيار الشكاير غير خيار الكراتين الطماطم على اسعارها اللي قعد عليها بقيلة شهر تقريبا قد بفول الحراتي مرة تانية بتمانية جنيه او الفول الاخضر الطماطم من سبعين لتمانين الجودة الاقل وفيه طماطم بمية ومية وعشرة طماطم الصعيد اعلى جودة وفيه كمان الطماطم الطويلة موجودة دلوقتي في السوق وغير الطماطم المدورة دي من الطماطم الطويلة وجودتها عالية والطماطم طبعا برضو حسب العداية دي الطماطم الطويلة بيبقى فيها لحم كتير لو فيه واحدة زي كده او حاجة ده من القفص لكن ما شاء الله هي جودتها عالية البتنجان قلت لحضراتكم الرومي من جنيه ونصف لثلاثة والعروس من اربعة لخمسة الفاصولية النهاردة من تمانية لعشرة جنيه والسبانخ من تمانية لتسعة البمية البلدي قليلة شوية بخمسة واربعين ده الفلفل الشط الحمرة من حداشر لاتناشر الرومان والله انا مش عارف يعني الناس بيتجرق الفيديو وتسألني بعد كده بعد ما يكون الجزء اللي انا اتكلمت عليه خلاص راح وراح عليهم وهم مسمعوهش وبيجروا الفيديو لاني قلت الرومان والله اسئلته جت اكتر من مرة وجوبت عليها السؤال اللي بيتكرر كل فيديو في الفكهة احسن انواع الرومان الرومان عموما من اسوط ومن فلوت احسن الانواع وخد الرومانة التقيلة ولونها سعواء احمر او ورد بيكون بون شوية وما يكونش فيها اي نقر او تكون مقطع شلها على ايدك كده لقيها تقيلة تعرف ان هي من جوة بزورها ما شاء الله حمرة مرة تانية ادي التين اللي تكلمنا عليه اول الموسم ومشاء الله هو السعيد حتى في الكنتلوب زي ما قلت لكم الحلقة اللي فاتت ان الكنتلوب موجود طول السنة لان الكنتلوب طبعا ليه عروات زراعية حسب درجات الحرارة والمية اللي بيشرب منها احيانا في سينا بيطلع على المية المطر وفي اسوان على مية النيل وكل زرع اه طبعا كل زرع هو ليه سعره كانت لوب من تسعة لخمستاشر لكن تماما كل زرع هو ليه اه طعمه زي بالزبط كده اليوسفي اللي قدامنا ده اليوسفي الصيني طبعا ليه طعم معين والبرتقان بسرة اه بتمانية وبتسعة جنيه البرتقان واتكلمنا طبعا عن البرتقان كتير وبنوع بنتكلم في النوع لغاية يعني الموسم لما بيخرج زي المانجا لما جبتها لكم كده وقلت لكم دي اخر نوع من المانجا وانفس الحكاية كنا بنعملها مع الزتون وجبت للحضراتكم جميع انواع الزتون اه السنة دي انا بقرر ليه الكلام ده بقرر عشان اللي بيشوف سوق العبور السوق الحرة لأول اه مرة احنا بنتكلم على الفكهة والحضار والاسماك كأنواع ده الموركت والمركت ده من اه الهاجين بين اليوسفي والبرتقان الكاكا لما بنتكلم عنها بنقول ان كاكا البابلي اجود انواع الكاكا في السوق زي الاشتا اشتا عبدالرازق هي اجود انواع الاشتا برضو وتفاح اتكلمنا عليه بالمصري في اول السنة الرشيد والصحراوي وقلنا ان احسن اه تفاح في مصر تفاح اه الحمام اه اعزائي المشاهدين تقريبا ان الحلقة خلصت بفكر حضرتكم مرة تانية قبل ما تمشوا ما تنسوش اللايك واللي بيشوفنا الاول مرة يشرفنا ويشترك في القناة وشكري قدائم لمشاهدين القناة الادام اللي بيشاهدوا الفيديو لعدد دقايق طويلة وبيحطوا اللايك قبل ما يمشوا ما بينسوش اه عزائي المشاهدين شكرا وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته